الآن للأخبار السريعة اللي معانا النهاردة في حلقتنا عايز أقوف كمان على نقطة مضيئة احترافية معانا النهاردة في المحترف ممثلة طبعا هذه النجمة في التنس المصرية الكبيرة طبعا ميار شريف اللي قدرت تفوز ببطولة بارما بطولة بارما المفتوحة للتنس في إنجاز غير مسبوء لأي لعبة مصرية في التنس الحقيقة بعد ما فازت في المباراة النهائية فازت في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري وزي ما بقول لكم إنجاز كبير جدا ميار ارتاقت كمان بعد الفوز ده 26 مركز بقت في التصنيف العالمي في المحترفات في المركز 49 وده أعلى مركز وصلت لي أي لعبة مصرية في التصنيف بالنسبة للعبة التنس الحقيقة يعني هي صورة مشرفة وزي ما بقول لحضراتكم صورة مشرفة لمصر إن عندنا نجمة بهذا الحجم في لعبة يمكن زي ما بقول لحضراتكم ما بنوصلش فيها لمراكز متقدمة في التصنيف العالمي ولكن ميار بتحقق إنجاز كبير لمصر أولا لأنها طبعا يعني بنت مصر وشرفتنا في هذه البطولة ولسه المستقبل قدامها كبير جدا الجزئية دي هاخد من وقتكو بس دقيقة لأن عندنا أبطال كتيرة جدا على مستوى اللعبات الفردية عندنا أبطال كديرة جدا ممكن تحقق أرقام قياسية في الأولمبياد وتحقق مدليات كثيرة جدا جدا وتحقق على مستوى الرنكج العالمي في ألعاب كثيرة جدا ما ينقص هؤلاء النجوم هي الرعاية والرعاية أنا بتكلم في موضوع مهم جدا حضراتكم فاكرين يمكن من خلال يمكن شهور قليلة بعض اللعيبة بتتجنس وبتروح أماكن أخرى هي بتروح ليه؟ بتروح علشان بتلاقي الرعاية بتلاقي السبونسور بتلاقي الدعم بتلاقي السبورت بتلاقي الأجواء المناسبة لتحقيق أهدفهم كل ده لازم موجود عندنا هنا في بلدنا بلدنا يعني مصر عندنا هذه القدرات ودايما بقول رغم رحلة احترافي الطويلة لكن دايما بقول إن إحنا عندنا هنا في بلدنا كل الإمكانيات وكل البيزج اللي دي بن عليه نجاحات كبيرة جدا مش في قرط القدم بس لكن كمان في الألعاب الجماعية ما ينسوا اللي بينقص النجوم دول أو بيروحوا ليه يتجنسوا بره علشان نسبونسور فرسالة من المحترف لكل مسؤولي عن الرياضة وزارة الشباب والرياضة لازم يكون نظرة ودعم قوي جدا 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 لهولاء النجوم كمان رسالة اللي أنا كمان شفته بره إن الرعاة احنا بتكلم على الرعاة دلوقتي لازم الرعاة يتجهوا إلى هذا يعني الاتجاه الوطني وكمان على مستوى المكسب هيكسبه يعني شركات مثلا المحمول شركات المياه الغازية كلها بتطلع بجت كبير جدا جدا للإعلانات يعني السبونسور القطاع الخاص الخارج عن نطاق الحكومة لازم يتحرك شوي وده مهم جدا وده بنشوفه حتى في أوروبا بنشوفه في أمريكا يعني هي مسألة مجتمعية بشكل بحث آه أنت عندك عندك مشاريعك وبتكسب تمام لكن كمان الدور الاجتماعي لازم يقوم الأبطال دول لو جالهم سبونسور وسبونسور محترم يقدر يصرف ويدعم ويبقى سبورت لهم أكيد العائد هيبقى كويس كمان لي ولكن العائد كمان على المستوى على مستوى مصر على مستوى البلد اللي احنا عايشين فيها فده كمان رسالة هنا من المحترف لكل يعني الناس اللي شغالة في الرياضة وخاصة طبعا وزارة الشباب والرياضة ويعني ده بعن أشرف صبح دكتور أشرف صبح بيقوم بأدوار أكتر من الرئاع ولكن عايزين أكتر عايزين مساندة أكتر لولاء النجوم عشان يطلع عندنا ميار شريف أكتر ويكون عندنا أبطال على مستوى العالم في اللعبات الفردية وكمان على مستوى الألعاب الجماعية طيب خلونا